مرحبا بكم أنا جرير دبابنيس أصحابكم خلال ساعتين في عدة ملفات نتساءل فيها عن الكثير نبدأ من الملف الإيراني والتهديد الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لإيران بالانسحاب من الاتفاق إذا ما نفذت الأخيرة تهديدها بتقليص التزاماتها ضمن الاتفاق النووي التهديد الأوروبي يأتي ضمن سلسلة طويلة من تصريحات المسؤولين الأوروبيين ممن حاولوا مرارا ثني طهران عن مضيها في خرق بنود الاتفاق وبعد نحو عام وخمسة أشهر من إعلان رئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق الموقف الأوروبي الجديد يدفع باتجاه موقف موحد مع الولايات المتحدة من شأنه فرض مزيد من الضغوط على طهران ولكن هل يلجأ الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على طهران حاله كحال الولايات المتحدة وما هو موقف طهران الإنذار الأخير قبيل إصدار شهادة الوفاة وفاة الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 فبعد أن تخلت الولايات المتحدة عن الالتزام ببنوده يبدو أن الأوروبيين على بعد خطوة من ذلك وفق ما تنقل صحيفة الغارديان عن مسؤولين أوروبيين حذروا نظراءهم الإيرانيين من مواصلة التخلي عن الاتفاق بعد أشهر واصلت فيها طهران التحلل من بنوده ردا على العقوبات الأمريكية الأوروبيون وعبر مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لوحوا بتفعيد ما يعرف بآلية نزاع للخروج من الاتفاق وفتح الباب أمام خيارات أخرى قد تصل حد إعلان الأمم المتحدة عودة العقوبات ضد إيران ما ذكر سابقا رهن بخطوة تتعارض مع الاتفاق أعلن الطهران عزما باتخاذها في نوفمبر المقبل وتزامن ذلك مع تنديد المرشد الإيراني آية الله خامنئي بما سماه عداء دول أوروبية للأمة الإيرانية تعمل ظاهريا كوسيط وحديث مسؤوليها فارغ لا يمكن الوثوق به على ذات المنوال عزف الرئيس الإيراني حسن روحاني ومهد الطريقة أمام التخلي عن الاتفاق فاستنكر التزام بلاده به في ظل العقوبات واشترط رفعها لإطلاق حوار مع الأمريكيين حديث خامنئي وروحاني يعززه ما جاءت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة جرى تشغيلها مؤخرا ليبقى السؤال هل انتهى الاتفاق النووي وإن لم يكن فماذا تبقى منه أو من تبقى فيه معنا من واشنطن الباحث بمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا لدراسات الاستراتيجية ديفيد ديس روشي ومن باريس معي كاترين جابر الباحثة في العلوم السياسية في جامعة السوربون أهلا بكم أضيفي الكريمين شكرا جزيلا لكم لتلبية الدعوة بحسب التصريحات الإيرانية أستاذ ديفيد هل اليوم الآن أصبحت تصريحات المسؤولين الأوروبيين فارغة فيما يتعلق بالملف النووي لماذا إذن كانت الهرولة إلى بياريتس وكان هناك ربما الكثير من التعويل على الأوروبيين والضغط نحو إنشاء الآلية المالية المشتركة لإنقاذ إيران الآن أصبحت فارغة تصريحات الأوروبيين نعم هناك أكثر من نقطة في هذا السؤال أولا ما لا يقال مهم أيضا الروس والصين كانت أيضا ضمن الاتفاق النووي ولم تنسح باب بل تشاهدان ما يحصل أما أوروبا فحاولت أن تنقذ الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي وحاولت أوروبا أيضا أن تضع ألية مالية للتخفيف من وطأة العقوبات الأمريكية التي فرضت مجددا على إيران ولكن أيضا إيران فقدت صبرها الآن وقدرتها على مواجهة الواقع وأوروبا أيضا الآن بعد أن تصرفت كيان في مسألة تتعلق بأمنها القومي نفذ صبرها أيضا أعتقد أن كل الجهود الأوروبية الآن قد انتهت خاصة أن إيران مصممة كما يبدو على الانسحاب بشكل كامل من الاتفاق لا أعتقد أن الأمر مفاجئ هل تتوقعين أن تنسحب أوروبا من الاتفاق؟ أستاذ كاترين أهلا بك هناك تيقن يبدو لي أن هناك تيقن أوروبي بأن هذا الاتفاق النووي عمره ليس طويلا أو أنه في بصدد خبر أولا أريد أن أبدأ بالتغير الذي بدأ في المبادرة الفرنسية قبل إنعقاد الاجتماعات في الجمعية العامة بالأمم المتحدة رأينا تصريحات الوزير الخارجي الفرنسي جون ييف لدريون والذي قال بأن الاستراتيجية للمبادرة الفرنسية قد تغيرت تماما بأنها لا تسعى الآن لعقد اجتماع ما بين الرئيسين وأنها اليوم هو هدفها الأساسي هو إنقاذ المنطقة من اندلاع أي حرب محتملة هذا تصريح كان واضحا بأنه فيه فقدان بعض الأمل من الطرف الأوروبي لحلحلة الأمور أو لإنقاذ هذا الاتفاق النووي أوروبا هي تدرك بأن هذا الاتفاق أصبح صعب بإنقاذه بالطبع منذ خروج الولايات المتحدة منه وهذا أمر جديد ترأى على الاتفاق المبادرة الفرنسية هي خسرت أول شوط لها يمكن أن نعتبر بأنها اليوم تغير من استراتيجيتها تتبع لهجة القصوى تجاه إيران بأنها اليوم هي تتبع استراتيجية جديدة شديدة اللهجة تجاه إيران أنها أصبحت أيضا ترد على التهديدات الإيرانية بتهديدات هي أيضا من قبل الأوروبيين بأنهم هم أيضا يمكن أن ينسحبوا من الاتحاد الأوروبي يبدو لي أنه من المبكر بعد التوقع أن تفرد أوروبا عقوبات اقتصادية على إيران في الوقت الحالي لأسباب عديدة سنسأل عن ذلك سنسأل عن ذلك بعد قليل كاترين تفضلي بالفقاء معي أستاذ ديفيد من الضروري النظر اليوم إلى تلك الفترة التي قضاها الاتحاد الأوروبي وهو يقف في وجه واشنطن فيما يتعلق بالاتفاق النووي عام ونصف نتكلم عن عام وخمسة أشهر تقريبا منذ إعلان وليات المتحدة انسحابها ألا تنظر بأن ذلك يشكل حرجا كبيرا اليوم لدى الأوروبيين بالانسحاب من الاتفاق اليوم وحتى الموضي في فرض عقوبات يعني ألم يكن لهذا العام ونصف أن يكون شهر ونصف فيخفف الحرج عن أوروبا لا أعتقد أن الأوروبيين يشعرون بالحرج بل يعترفون بالوقائع على الأرض الحرج بالنسبة لأوروبا جاء بالانسحاب الأمريكي أولا من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات لأن ذلك أظهر لأوروبا وقال ديبلوماسي أوروبي رفيع المستوى ذلك لأنه كان اعترافا بدور أمريكا الذي يسيطر على المنظومة المالية الدولية وبالتالي أثر على الأسواق المالية الأوروبية ولكن هذا كان منذ عام أعتقد الآن أن ليس من حرج بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للأعتراف بالواقع المقاربة الأوروبية عملية وستخدم مصالح أوروبا بشكل أفضل لو يتصرف كأن الاتفاق النووي أصبح ميتا من دون الإعلان عن ذلك بدلا من التوسط بين أمريكا وإيران وهذا يبقى ممكنا لو حصل أي تحسن في الموقف الإيراني أرحب بهذا الموقف الأوروبي الجديد كيف أستاذ كاترين كما يقول أستاذ ديفيد كيف الموقف الأمريكي أن يكون هو الذي يشكل الحرج يعني بعد عام ونصف الآن كل من كان يحاول إنقاذ الاتفاق أصبح يدفع بأن ينسحب من الاتفاق ألم تثبت الولايات المتحدة بأنه ما كان ليمكن الوثوق أصلا بإيران خلال العام ونصف الماضية وأثبت هذا بما قامت به إيران ولم يكن الجهد كبيرا حتى من الولايات المتحدة كان واضح من الداخل الإيراني ومن التصريحات الإيرانية أنهم من أسقطوا أنفسهم في دائرة إثبات ما تقوله الولايات المتحدة بالطبع حتى نكون وقعيين فإن هذا الوضع هو مسؤولية الطرفين هو مسؤولية إيران بكل تأكيد ومسؤولية أيضا الولايات المتحدة أوروبا هي هناك يعني يمكن أن أعتبر أن هناك أربع نقاط هي تشكل قلق بالنسبة لأوروبا في الوضع الحالي نقطتان منهم باتجاه الولايات المتحدة ونقطة باتجاه إيران ونقطة إقليمية الأول الأمر الذي يقلق الأوروبا من السياسات الخارجية لإدارة ترامب هي أولها بأن ليس هناك ترتيب أولويات من قبل الإدارة فهو يريد بالفعل وهذا أمر تريده كافة المنطقة وقف المزعزعة للاستقرار تحجيم برنامجها النووي وإلخ ولكن هناك هو في نفس الوقت قد دخل في صراع مع روسيا خرج من اتفاقية الأسلحة متوسطة وقصيرة المدى في نفس الوقت تم فرض ضرائب باهزة على الطرف الصيني وفي البداية أيضا كان هناك مشاكل مع الطرف الأوروبي وبالتالي هو كأن الإدارة الخارجية تدفع بالجميع في سلة واحدة للوقوف بوجه الولايات المتحدة بالطبع طرف الأوروبي لأسباب أيديولوجية وإستراتيجية هو بالطبع إلى الجانب الأمريكي ولكن هو يخشى من مواجهة تبدو شرقية غربية في منطقة الخليج هذه النقطة الأولى والهمة جدا بالنسبة لوجه النظر الأوروبي ولكن قبل النقطة الثانية إلى أي مدى كانوا الأوروبيون يعولون على أن يلعبوا دور وساطة ودور وساطة هذا سيضمن لهم ويؤمن لهم دورا أكبر على السعيد العالمي ودور وساطة في هذا الملف فشل فتراجعوا فهم كانوا يعولون على دور وساطة وليس القضية هي قضية الاتفاق وكما تطرحين عدم موضوح الأولويات لدى الولايات المتحدة الأمريكية ألم يكن الشعي كبيرا نحو دور وساطة من قبل أوروبا لا يمكن أن ينكر ذلك كاتري نعم الدور هو وساطة بالفعل لسببين أن أوروبا لديها مصلحة في هذا الاتفاق النووي مصالح اقتصادية النقطة الثانية بأنها تريد أن يكون الدور الغربي كما هو لا يتم مواجهته أو سحبه لصالح مثلا روسيا والصين الذين يقويان من إيران الآن إيران هي تقاوم العقوبات الأمريكية الآن بسبب الصين التي تقف وراءها بشكل غير مباشر روسيا الآن التي لا تعرف أين تذهب الأمور وبالتالي هي لا تريد أن تخرج خاسرة هي تنتظر الأوروبيين إلى أي مدى سيصلوا بالطبع إيران هي المسؤولة الأولى عن عدم نجاح الوساطة بالنسبة لي لأن في الوقت الذي تراجع فيه الرئيس ترامب وفي بياريتس وأظهر انفتاحا للتحدث للإيرانيين أو لرفع بعض العقوبات مقابل أن تقوم إيران بتنازلات وتم إرسال وفد فرنسي أيضا بعدها إلى واشنطن في هذا الوقت جاءت التصريحات الإيرانية وقالت أنه لا تحدث مع الأمريكيين وأن المرشد الأعلى هو يرى بأنها الشيطان الأكبر وأننا لا نريد التحدث معها هذه النقطة وبالفعل الموقف الأوروبي هو سأم العجرفة الإيرانية من جهة وسأم غياب الاستراتيجية الأمريكية طيب إلى أي مدى اليوم نتحدث في نقطة العقوبات الآن سيد ديفيد إلى أي مدى باتت كلفة التلك أو التلك في مواجهة ما تقوم به إيران اليوم ذو كلفة باهضة وعالية الثمن بشكل كبير وهذا يثبت لربما من خلال ما نقرأ في الصحافة من لربما الانتحارية التي قامت بها إيران بمهاجمة أرامكو مؤخرا اليوم هل سيكون هناك خطوة مقبلة من قبل الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أو لربما بشكل أو بآخر الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة أكثر ضد إيران في تحالف نعم الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو طبعا ضررت هجرة إيران الأوروبيون كما سبق وقلت كانوا متعلقين بالاتفاق النووي أكثر مما يجدر أن يكونوا بالنظر إلى فوائد الاتفاق ولكن عندما سقط القناع لم يتمكن الأوروبيون أن يختبئوا وراءه ونعرف أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا قالت إن إيران هي المسؤولة عن هذه الهجمات وأن ذلك لا يمكن أن يستمر وكان ذلك تقويدا قويا لمصالح إيران أعتقد أن الإيرانيين قد قاموا بتصرف غير ملائم وأعتقد أنهم أيضا سيأسفون عن هذا التصرف الاتفاق النووي كما نعرف لا يؤثر إلا على البرنامج النووي الإيراني ولكن هناك أيضا في برنامج إيران الخبيث الصواريخ الباليستية واحتجاز الرهائن والتصرف الخبيث الذي يزعزع استقرار المنطقة الاتفاق النووي ركز فقط على الناحية النووية وبالتالي كأنه سمح الإيران أن تتصرف على المستويات الأخرى الرئيس ترامب عرض ذلك ولكن تقديم الرئيس ترامب بالطبع غير واضح أو محدد حتى إن كانت الفلسفة وراء هذا الموقف متماسكة ولكن يبدو أن ترامب بتصرفه يعادي الكثير من حلفائنا وشركائنا فحتى عندما يكون هناك تماسك لا يبدو ذلك على الأرض لأن هذا الشخص لا يحصل على رضاء الكثيرين بالتالي أعتقد أن السياسة الأمريكية جيدة ويدعمها الكثيرون ولكن لا نتكلم عن النجاح لأن الرئيس ترامب غير محبوب إلى ما بعد الأطلسي تمام أود أن أشكركم ولربما في إشارة إلى كلامك منذ بداية الكلام قلت بأن الولايات المتحدة كانت تشكل الحرج بالانسحاب ولأن تقول هي جيدة بعد أن سقط القنع الإيراني كنت أود أن أخذ إجابة ولكن الوقت للأسف لا يسعفنا أود أن أشكركم من واشنطن البحث بمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية ديفيد ديس روشي شكرا لك من باريس كاترين جابر البحثة في العلوم السياسية في جامعة السوربون شكرا لكم